السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى درس النشاط العمي وبالتقل إلى تلخيص ثلاث نروس من بينها الطاقة الانتشال الحراري الكهرباء والقوى والآلات نبدأ بأول ملخص في الطاقة والانتشال الحراري صفحة 56-57-58 أولا ما هي مصادر الطاقة؟ من بين مسادر الطاقة، الطاقة المائية، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية والطاقة الكهربائية ثانيا أذكر أنواع الطاقات الطبيعية من بين الطاقات الطبيعية، الطاقة الشمسية، الطاقة المائية والطاقة الريحية ثالثا أذكر أنواع الطاقات الصناعية الطاقة الكهربائية، الطاقة الصناعية نمر الآن إلى درس آخر يقول السؤال لماذا جل أدوات المطبخ مصنوعة من الألمينيوم جل أدوات المطبخ مصنوعة من الألمينيوم لأنها أكثر إيصالا للحرارة ثانيا أصنف المواد التالية الخشب الألمينيوم اللداء حسب توصيلها الحراري الألمينيوم موصل جيد بينما اللداء أكثر توصيلا من الخشب سؤال آخر يقول كيف أميز بين جسم ساخن وجسم بارد لأميز بين جسم ساخن وجسم بارد أقص درجة حرارتهما فالأرسام مستاخنة لها درجة الحرارة أعلى من الأرسام الباردة نمر الآن إلى المرخص الثاني في الكهرباء صفحة 59 61 السؤال يقول أدكر عناصر الدارة الكهربائية البسيطة مولد أي عمود مستقبل كالمسباح أسلك الربط الموصلة قاطع التيال كهربائي لفتح وإغلاق الدارة ثانيا كيف أكشف عن عطب في دارة كهربائية للكشف عن عطب في دارة كهربائية نستبدل كل عنصر منها بمثيل له غير معطل في دارة كهربائية غير معطلة ثالثا أدكر أمثلة لمواد موصلة للكهرباء وأخرى عازلة لها مواد موصلة للكهرباء مثل ورقة محاس مستر من الألمنيوم مواد عازلة للكهرباء مثل مصر من اللداء ومصر من الخشب نمر الآن إلى الملخص رقم ثلاثة تحت عنوان القوة والآلات سبحة 62 63 السؤال يقول كيف نحرك جسما من مكان إلى مكان آخر نحرك جسما من مكان إلى آخر بفعل عامل القوة ثانيا تحت تأثير أي عامل تسقط الأرسام عموديا على الأرض تسقط الأرسام عموديا على الأرض تحت عامل الجاذبية ثالثا لماذا يسم استعمال البكرة في رفع الأجسام تقيلة طبعا يسم استعمال البكرة في رفع الأجسام التقيلة لتسهيل تحريكها أم تلاخ دراجة عربة شكرا على حسن الاستماح لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء